ما تزال تتوالى ردود فعل الحكومة الصومالية الرافضة للاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع أقليم أرض الصومال في كانون الثاني والذي ينص على اعتراف إثيوبيا باستقلال أرض الصومال مقابل السماح لأديس أبابا بالوصول إلى البحر الأحمر مسؤولان الصوماليان قال إن مقديشو طردت سفير إثيوبيا وأغلقت قنصليتين تابعتين لأديس أبابا بسبب تصاعد التوتر فيما يتعلق بالاتفاق المبرم حول ميناء بربرا على البحر الأحمر مع أقليم أرض الصومال إجراء يأتي استكمالا لسلسلة من الإجراءات اتخذتها الحكومة الصومالية منذ مطلع العام الحالي بدأت باستدعاء سفير الصومال لدى أديس أبابا ثم إقرار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قانونا يلغي الاتفاق الموقع بين الطرفين من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية نبيو تدلا إن الوزارة ليس لديها معلومات عن الأمر ويرى دبلوماسيون ومحللون إلى أن خطوة طرد سفير وإغلاق القنصليتين أثارت مخاوف على مصير ثلاثة آلاف جندي إثيوبي موجودين في الصومال في إطار بعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي تقاتل مسلحين من حركة الشباب الإرهابية فيما صرحت الرئاسة الصومالية في شباط فبراير الماضي أنها لا تعتزم طرد الجنود الإثيوبيين وكانت إثيوبيا قد وقعت على مذكرة تفاهم في كانون الثاني الماضي لاستئجار شريط ساحلي بطول 20 كم في أرض الصومال وهي منطقة في الشمال يقول الصومال إنها تابعة له رغم أنها تتمتع بحكم ذاتي فعلي منذ عام 1991 ترجمة نانسي قنقر